لا يكل المثقف العراقي ولا يمل من محاولات تغيير الواقع المرير الذي يعانيه الشعب ولأنه يعلم تمام العلم أن معركة التغيير التي يخوضها هي معركة وعي في المقام الأول فإن جل اهتمامه ينصب على توعية الناس وتثقفهم ليكون ذلك أول خطوات التغيير نحو الأفضل من هنا كان تنظيم معرض النجف الدولي للكتاب بمشاركة العديد من دور النشر من 15 دولة ليكون المعرض بمثابة عيد ثقافي كبير في مدينة النجف محرجان ثقافي جميل في هذه المحافظة محرجان متكامل مشاركة عدة دور عربية ومحلية أكاديمية ودينية ومحامين وأكثر من جهة مشاركين مختلف عنوين وحدات الأصدارات من أدبية وعلمية ولأن بناء الثقافة المجتمعية لا يقل بل قد يزيد أهمية عن بناء اقتصاديات الدول وتوفير الخدمات فيها فقد حرص الاتحاد العام للأدباء والكتاب على أن يكون له دور بالمشاركة في فعالية المعرض هذا الجناح يضم ما يزيد عن 200 عنوان ثقافي أدبي في الشعر في الرواية في النقد في الفكر في الفلسفة كل هذه نتاجات الأدباء التي سعوا لكي يؤلفوها على مر هذه السنوات الأخيرة أطلالة جميلة لكي يلتقي القارئ بكتابه الذي يحبه فضلا عن التقاء المبدع والمؤلف بجمهوره داخل إطار معرض كتاب ومع ختام فعاليات معرض النجف الدولي للكتاب يؤكد المثقفون أن العراق بحاجة إلى المزيد من الجهد الثقافي عبر إطلاق المزيد من الفعاليات ومعارض الكتاب في مختلف المحافظات سعيا لتكوين وعي مجتمعي يكون لبنة الأولى في بناء عراق المستقبل